أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فادى والذي أخرج المرعى فاجعله غتاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك من يسعى فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنب والأشق الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توسعون الحياة الدنيا والآفرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث راشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعرها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ناوية فيها عين جاهية فيها سور مضوعة وأكواب مضوعة ونمارك مصوفة وزعبي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف صفحت فذكر إنما أنت مذكر لس عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفروا فيعذبوا الله العذاب الأكبر ربي عذني من عذابك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ربي حاسبني حسابا يسيرا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليان العاشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم سر كيف فعل ربك بعاد إرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البناد وثمود الذين جابوا الصفر بالواد وفرعون في الأوتاد الذين طاغوا في البناد فأكثروا في الفساد فصب عليهم وربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتناه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتناه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكر يقول يا ليتني قدمتني حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينسك وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقاسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أياسى أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكتما نلوبدا أياسى أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ونسانا وشفتين وهديناه النجدين فلو قد حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فالك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصربة يتيما ذا مقعبة أو مسكينا ذا متعبا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم ناع مؤصدا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يوشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من سكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلبوا فاقعوها فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فسواها ولا يخافوا قباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يوشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم نشتا فأما من أعطى والتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخن وسونا وكلب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عن ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تنوى لا يصنى إلا الأشق الذي تذب وتولى وسيجنب والأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بطواء وجه ربه الأعلى ولا سوف يغضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والنين إذا سجى ما ودعاك ربك وما قلا وللآخرة خيرنك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فتر الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغولى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك مزرك الذي أنقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فروت فانصب وإلى ربك فروب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتي والزيتون وطرسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أسن تقويب ثم اعددناه أسفل سافرين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكلبك بعد بالدين أليس الله بأك من حاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطقى أرأى مستغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان لبوتا والما ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهن نسفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة فليدعونا بيه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر لنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل آل سلام هي حتى مطال عيد الفاجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أول الكتاب والمشريكين منفكين حتى تاتيهم البينة وصول من الله يترصح فمطهر فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين كفروا من أول الكتاب والمشريكين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر بري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بري جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تاتي الأمار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زنزلت الأرض زنزالها وأطرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحدس وخبارها بأن ربك أوحادها يومئذ يصبر الناس أشتاة فأمروا أعمالهم فمن يعمل مثقال برة خيرا يره ومن يعمل مثقال برة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالنوريات قدحا فالنويرا بسبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربينك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحسن ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لا خبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ومن القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من سقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هابية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين نترون الجحيم ثم نترونها عين اليطين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل لبسة لبسة الذي جمع مالا وعدده يرسب أن ماله أخلده كلا ليوبذن في الحطمة وما أدراك مالحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفد إنها عليهم مؤسدة في عمد ممدد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تطنيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجير فاجعلهم كعص مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم من إلاف كريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآملهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صناتهم ساهون الذين هم يراءون ويمدعون الباعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّنِ رَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَالِئَكَ وَالْأَبْتَرْ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَيْوَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْيَدِينَ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نفس الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلانا ربات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كُنْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ بسم الله الرحمن الرحيم كُنْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُونَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ بسم الله الرحمن الرحيم كُنْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفدق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسعس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آلِفْ لَمِّينَ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما أرزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآفرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا دوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بإلاه فيوفع لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومنائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقاموا سمعنا وأطعنا هفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة للا به وعفو عنا وانفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين صدق الله العظيم الفاتحة